حيان تبعه بصوره كبيره جدا كل اللي بيحصل على السوشيال ميديا ويمكن اهم المواضيع اللي في السوشيال ميديا النهاردة هو وفاة الفنان تامر ضيائي وكمان اتكلمنا عنها باستفاده وكمان طبعا الحديث عن المدون والناشط احمد دومة احمد دومة وديوانه كيرلي احمد دومة وديوانه اللي بالعميه واعتقد ان ده اول دوان شعري يخرج لاحمد دومة بعد خروجه من المعتقل وبدايات كده محدش هيقدر معانا احنا ومعايا ومع قناتنا انه يزايد علينا خالص في قصه دفاعنا طول الوقت عن احمد دومة وكمان دفاعنا طول الوقت عن حرية الرأي وحرية التعبير لكن انا مش فهمة فكرة ان انا عشان اكون عندي حرية رأي وحرية تعبير ولو تجاوزتها ولو حد انتقضني عليها فده معناها ان ده على طول يتحول لشخص سيء احنا في مصر مجتمع محافظ احنا في مصر مجتمع بيخاف ربنا المصريين بيخافوا ربنا ودايما حتى طول الوقت نقول ده شعب متدين بطبعه فلما اطلع قصيده اسميها كيرلي ومن اسمها واضح ان هي يعني هو قال ان هي دوان بالعمية لكن ااجي في الاهداء اللي انا بعمله اقول ان ده عتاب على الله ليه عشان ربنا واقف جنب القتله عشان ربنا واقف جنب ولاد الزنا عشان ربنا في الدوان بتاعه بقى من جوه ربنا ما عندوش قلب وبيقف مع الظالمين دي كلها جمل وعبارات مرفوضة قولا ومضمونا في مجتمعاتنا وتاني بأكد ان جدا 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 مع حرية الرأي والتعبير لكن ما تجيش جنب سوابتنا ما تجيش جنب سوابتنا يعني الناس غضبانه ده جزء من القصيده طبعا عماله تتوزع وعماله تنتشر وناس بتتهمنا ان يعني لان احنا كنا بندافع عن احمد دوما فاحنا هنفضل ندافع عنه حتى في الغلط وده من صحيح انا واحده من الناس معترضه على كتير جدا جدا من اللي كان بو احمد دوما معترضه على انه كمان يتحدث على الذات الالهيه بالشكل ده ومستغربه جدا جدا انه مستق ان في بعض الشيوخ داخل مصر مستقين من القصيده وبيتهموه ان يعني القصيده فيها شبهه الحاد فزعلان انا اللي مستغرباه ان مثلا لما حصل الاعلان بتاع مركز تكوين دول اتعملوا النهارده الصبح احمبرح بالليل كتقصه انتهت كتقصه انتهت والازهر يطلع ويتكلم والمشايخ وانا وزملائي وناس كتير لان احنا عارفين ان ناس كتيره من اللي كانت موجوده في الوقفه في الصف بتاع تكوينه وبيعلنوا عن نفسهم ناس اسائت للذات الالهيه والازهر قالك احنا ما بنعاديش حد وقتها واحنا 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 ودايما الازهر احنا بنقدر مواقفه لكن الازهر برضو ما قالش ايه يعني قال اللي هو شايفه في التدوينه دي وفي مش في التدوينه في الروايه في القصيده بتاعت كيرلي بتاعت احمد دوم شايف ان هي عادي ولا شايف ان هي فيها اساءه انا مش فهمه او انا هكون مرتاحه وسكته لما اعرف رأيه الازهر هيقول ايه في كلام كده وقبل ما بقولكم بقولكم انا بحترم حرية الرأيه والتعبير بس ما يصطدمش مع ثوابت وقيم مجتمعنا ابدا 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 انا عارفه ان احمد دومه شخص مقرب جدا 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 من الاستاذ حمدين صباحي ويقال انه بيقول عليه ابنه يعني زي ابنه احمد دومه مقرب جدا من حمدين صباحي وحمدين صباحي تحس ان هو يعني ايه دايما كل المقربين منه عندهم مشاكل وبيتم التجاوز عنها بصراحه بصراحه يعني اش اروح بعيد اروح بعيد ليه يعني ده لسه من كام شهر فاته كنا بنتكلم على الوزير الهاتف اللي يعني قدر انه يحبس الاستاذ هشام اسم والاستاذ حمدين معملش حاجه او مقدرش انه يمارس ضغوط يعني على ابو عيطة مش فهمه في حاجه كده في ناس بتبقى محميه قوي واخد حصانه معرفش الحصانه دي بيكون ايه سببها لكن روايه غير موفقه غير موفق انا بقول روايه ليه ديوان غير موفق يمكن يكون كاتب فيه حاجات بتمثل او جاعه بس انا مجيش جنب الذات الالهية عندك طرق كتير جدا طرق كتير جدا تعبر بيها عن غضبك تعبر بيها عن اعتراضك لكن انك تجيبها بالشكل ده لربنا واللي بيقف جنب القتله وبيقف جنب ولاد الزنا وربنا معندوش قلب ولا هو سايب قلبه في لازغلي ايه فافهم كويس جدا افهم كويس جدا انك معترض على حاجات كتيره ممكن تكون مرسط ضدك لكن مدخلش ربنا فيها مدخلش ربنا فيها يا احمد طبعا هو رد هو رد يعني حب انه يرد لانه بقولكم فيه ضجه كبيره على السوشيال ميديا جدا جدا بسبب احمد دوم كتب وقال النهاردة صدرت خمس فتاوي من مشايخ بتقول بكفري ومروقي لاهداء كيرلي وقصيده وقصيده فيها فيه كلهم بيطلبوا بمصدرته وعقابه وكلنا عارفين شكل العقاب اللي بيتبع في مثل هذه الفتاوي ده تحريد مباشر وخطر على سلامي وحياتي ويجب ايقافها فورا واتفقت مع الاستاذ خالد علي لاتخاذ الاجراءات القانونيه تجاههم هتاخد اجراءات قانونيه تجاه مين تجاه الناس اللي زعلانه تجاه المشايخ اللي غضانه تجاه الناس والاعلام اللي برضو زعلان من تجاوزاتك هتمشي تحارب على السوشيال ميديا انت كمان كل اللي هيكتب كلمه ضدك هترفع عليه قضيه حتى حتى في التويته اللي بيقول فيها انا هاخد حقي برضو مكانش موفق مكانش موفق الحقيقه الاستاذ احمد دومه انا لسه بتكلم لسه بتكلم اهو وجيالي ردود فعل كلامك عن احمد دومه النقد الممتاز شكرا لانهم كانوا ظنين ان انا لما هشوف غلط انا هسكت عشان انا من سنه كنت بدافع وبطالب بالحرية ليه لا مش هسكت اكيد مش هعمل ده